السلام عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق للوضعية التواصلية أقدم معلومات عن موقع المندرجة من الأسبوع الثالث من الوحدة الثانية مجال القرية والمدينة المرجع كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني نبدأ على بركة الله ألاحظ وأكتشف ماذا نلاحظ في الصورة إذن ماذا نلاحظ في الصورة نلاحظ مسعودا في المدينة رفقة زوجته يبحث عن المستشفى ليقوم بمعالجة زوجته المريضة وقد نسي مكان المستشفى لا تذكرنا مع بعض الحكاية نسي مكان المستشفى لأن معالم المدينة تغيرت والتقى بفتاة وسألها أين يوجد المستشفى بنياتي هذه الملاحظة الأولية إذن مسعود في المدينة يبحث عن المستشفى أين يوجد المستشفى بنياتي لماذا يبحث عن المستشفى ليعالج زوجته ليعالج زوجته إذن بماذا ستجيب البنت إذا تذكرنا في الحكاية قالت هذا شارع الحرية هذا شارع الحرية وعلى اليسار ستجد شارع الخطابي في بدايته مكتب البريد إلى جانبه المستشفى إذن بماذا ستجيب الفتاة يوجد المستشفى قرب مكتب البريد كما يمكننا قوله يوجد المستشفى في شارع الخطابي قرب مكتب البريد إذن أستعمل وأتواصل وقدم معلومات عن موقع إذن الموقع الأول اللي نقدم عليه معلومات هي المكتبة الموقع الثاني السينما إذن أين تقع المكتبة وأين تقع السينما لاحظوا معي المكتبة تقع في شارع السلام وهناك صيدلية بقربها كما يوجد مسجد وأشجار أما السينما فتقع في شارع التضامن قرب حديقة المرح إذن ماذا نقول بالنسبة للمكتبة أين توجد المكتبة توجد المكتبة في شارع السلام قرب صيدلية وخلفها توجد أشجار تحيط مسجدا إذن توجد المكتبة المكتبة في شارع السلام توجد المكتبة في شارع السلام قرب صيدلية وخلفها يوجد أشجار تحيط مسجدا أو عيد توجد المكتبة في شارع السلام قرب صيدلية وخلفها توجد أشجار تحيط مسجدا بالنسبة للسينما أين توجد السينما؟ توجد السينما قرب حديقة المرح وعند ملتقى الطرق أحدوا معي هنا ملتقى طرق عند ملتقى الطرق في شارع التضامن بشارع تضامن الشارع هذا اسمته شارع التضامن إذن توجد السينما قرب حديقة المرح وعند ملتقى الطرق بشارع التضامن توجد السينما قرب حديقة المرح وعند ملتقى الطرق بشارع التضامن أقرأ مع رفيقاتي ورفاقي أنا المدينة أنا المدينة أزحف على القرية كل سنة أقتلع الشجر والنبات وأزرع الإسمنت والعمارات إذا لم توقفوني سأقضي على الحياة أنا المدينة أزحف على القرية كل سنة أقتلع الشجر والنبات وأزرع الإسمنت والعمارات إذا لم توقفوني سأقضي على الحياة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة